النسخة العقارية تعالوا نشوف بقى المهندس معتز مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية لعلاج وتعبئة مياه الشرب رسلان للمشاريع الترفيهية رسلان لإدارة المركز التجاري رسلان للتطوير العقاري المهندس رسلان هو القنصل الفخري لإستونيا في مصر المهندس معتز رسلان رئيس مجلس إدارة مجلس أعمال كندا مصر مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي المهندس رسلان عضو نشط أيضاً في الغرفة التجارية الأمريكية وجامعية الأعمال المصرية البريطانية والمجلس المصري للشئون الخارجية روتري مدينة نصر ومنتدى مصر للقصدي الدولي لو عندك وقت أنا ممكن أكمل حضرتك مشرفنا ومنورنا يعني I'm so proud أنا مبسوط جداً أن أنا قاعد قدام حضرتك يا فنم أنت كده أحركتني والله يعني كلام كبير يعني نرجو تكونوا على حص النية على قد حص النية وشكراً على الإصدافة وشكراً على التقدمة الجميلة دي أنا عايز أعرف حضرتك بيجيب وقت منين لكل الحاجات دي management is art والله يا فنم يعني ثاتك جيت على النقطة الحساسة it is a very difficult thing الدخول في مجالات عدة ومتعددة من أصعب الأشياء اللي ممكن أي رجل إدارة ممكن يخش فيها مش شاطر أقولك أنها لازم تبقى كلها نجحة إنما كلها تجارب واللي بياخد من تجربة حتى إن كانت فشت بيطبقها وينجحها تجربة أخرى إحنا حقيقة دخلنا في مجالات كتيرة من الحياة تكلمت فضلت وتكلمت عنها منها التكسي جوكة عندنا الشركة الطيران وعندنا الشركة الكيمويات ووجهنا فيها مشاكل كتير للأسف البلد هنا طبعاً نتيجة نوع نوع البيروقراطية وشوية مشاكل على مدى السنين سواء من أزمات السياحية اللي بتمر فيها البلد من حدثة لقصر لحرب العراق لكلام دو كله وجهتنا مشاكل عديدة إنما ولا شك إن إحنا كل تجربة منخش فيها نجحت أو فشلت نعتبرها يعني إضافة خبرة إضافة وإضافة كبيرة لأي شيء ممكن نعمله في المستقبل بما إننا في صناع القرار وحضرتك من صناع القرارات ربنا يا فرحي عايزين أسأل حضرتك حضرتك دلوقتي في الوقت ده مع أي مدرسة هل مع مدرسة إن القطاع العقاري بيمر بمشاكل وتعبان ولازم نسنده ولا القطاع العقاري دلوقتي جات له فرصة من دهب ولازم يستثمرها والله لا حضرتك أنت أنا هي مزيج بين الاتنين مزيج بين الاتنين أه طبعا لأنه حين أقول حكا كده نبزع عن تاريخ العقار في مصر إحنا لو حكا تاخد بالك إنه في أوروبا مثلا التطور العقاري أو الولوء العقاري أو الانفليشن زي ما يقوله بطيء للغاية إنت بتلاقي مثلا تشتري بفيلا مثلا تيجي بعد سنة ما تزدش يمكن 1% ويمكن ما تزدش كمان هنا في مصر عندك بتنط من سنة للسنة بعشرة وخمسة عشر وإذا كان الموقع جاية تنط 20% ده نتيجة إن إحنا عدنا فترة طويلة أيام الفترة الاشتراكية أيام عبد الناصر إحنا ما كانش فيه عندنا بنية كنا محصورين في مساحة ضيقة لدرجة إن إحنا بتدينا عشان نقص لوقتها السيولة والعملة وظروف اللي كانت بتمر فيها البلد تهين تجه رأسي يعني هد الفيلل ومطلع رأس اللي إنه ما عندناش إنفراستركشن نطلع العرب الكلام ده اتغير الحمد لله دلوقتي وجي الفترة اللي إحنا نفتح في التسعينات وبتدينا نعمل المدن الجديدة فكان حي المعروض على قد المطلوب فكان السوق فعلا ناجح وكان مستمر النهاردة إحنا بقى عندنا العرض أكبر بكتير جداً من في الطلب فبالتق على قد المستوى المحلي لإنه بتدفتحت عندنا المدن الجديدة عندك العاصمة الإدارية الجديدة لوحدها ده ده مش دي مدينة بحالها جديدة بالكامل في نفس الوقت الإقبال الداخلي ما يستحملش العرض اللي موجود فكان لازم أن تجهل للخارج اتجاه للخارج مش سهل اتجاه للخارج عليك قصدك تصدير العقار للخارج بالضبط تصدير العقار للخارج مش سهل صيح البلد ابتدت إنها تدي حوافز مثلاً اللي يشتري شأنها مثلاً بمبلغ كذا يخلو جنسية إقامة أول قامة ولو إنها جات متأخرة بعض الشيء حيث كان لازم الكلام ده بتدي منبادل إنه أوروبا اللي هي المتقدمة ومش محتاجة أي سياحة ولا محتاجة الفلوس عملت الكلام ده عملها من 20 سنة لا وتديك الإقامة في كل فابتدي الكلام ده حابتديناها ساعة 95 متأخر جداً طيب خلينا نروح لنقطة مهمة جداً يمكن من النقطة اللي أنا سمعتها لكل الناس اللي شغالين تقريباً وسألتهم يا جماعة أنتوا شغالين وبتبنوا وبتبيعوا ولا موقفين حقيقة كل الناس اللي موجودين النهاردة قالك إحنا ما بنوقفش إحنا بنبيع إحنا في الدورية وشغالين معين في ناس تانية هم مش موجودين معنا النهاردة وحضرتك أكيد تعرف في ناس بتقفل الشؤى ومستنية يحصل قفزة سواء للدولار أو للوضع اللي اقتصادي في مصر حضرتك شايف الموضوع ده إزاي وتنصح بيه خلينا مش عايزين نعمم نقول كل المطورين أو كل المشاريع نقولش كل جزء لأنه أنت عندك مثلا مشاريع في مناطق مميزة داخل القاهرة جوة 6 أكتوبر جوة بتاع زائد الإسم بتاع المطور بفيه مهم ده طبعا مهم جدا لأنه بيجذب أنا مش متكلم على دول أنا مش متكلم على الأربعة أو خمسة الكبار أو الناطق الداخلي أنا بتكلم على عموم المطورين في مطورين كتير طالعين جداد ومنتهى الكفاءة وفي نفس الوقت اسمهم ما هوش بالقوة الكافية إن أنا أقدر أجرب أي واحد عايز يشتري عقار لا دول بيواجهوا وبيواجهوا مشاكل كبيرة أنت النهاردة اختلاف سعر الدولار أنا بعتلق مثلا أنا أكون بايع مثلا من سنة العقار مثلا بما يوازي مثلا ألف دولار ألاقي النهاردة سعره نط التكلفة نطت علي جامد جدا وأنا مش قادر أسلم فبالتالي يا أما بقى حصل فيه مشاكل في التسليم حصل اختلاف بين المطور وبين بيخسر وبيحسر مشاكل وقضايا زائد أني أنا عندي رسوم لازم أسدق الدولة الدولة بتطلب مني أن أنا أخلص مثلا الأعصاد بتاعة الأرض طلب مني أني لازم أسلم في ثلاث سنين طب أنا سلم ثلاث سنين إزاي؟ إذا أنا أصلا قردي تكلفت المبنى إطلع أكتر بكتير من السعر اللي أنا بايع بيه فدي كمان صعب الغاية في المرحلة دي طبعا لازم وسانة الدولة أولا الدولة لازم زي ما كان بتدي للصناعات الصغيرة المتوسطة دعم لازم تدي دعم في الفايدة في البنوك البنوك تدي فايدة دعم للمطور نمرة اتنين أنا أمدت شوية الفترة اللي المفروض أسلم فيها المشروع كانت الدولة بتجبرني في خلال ثلاث سنين وقالها تسحب بيني الأرض لازم أكون خلص في الوقت الحاضر دي صعب استحالة مع كل المعروض ومع المدن جيدة المفتوحة دي صعب جدا نمرة ثلاثة أني أنا زمان كان مطلوب مني عشان تديني سك تملك للأرض هذه لازم أكون خلاصة 95% من المشروع لأنه أقول حضرتك حاجة مفيش بنك بيرضى يسلف مشتري مش مطور مشتري إلا لو عنده سكة ملكية لهذا العقار نظبوط وأنا ما قدرش أديك سكة ملكية للعقار إذا أنا أصلاً ما تملكتش الأرض وأنا ما قدرش أتملك الأرض غير لو أنا قراردي خلصت 95% أكيد زائد طبعاً الروتين إن أنا عشان يثبيتلي إنه 95% دي قصة دي قصة تخش ببروسيس كتير فبالتالي أنت كده بتصعب على الدنيا على جميع الناس دي منظومة كلها حضرتك لازم كلها تلكامل مع بعضها وأنا عندي حقيقة يعني نظرة مستقبلية يعني متفائل جداً 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 إحنا بس عايزين شوية نفكر برا السندوق وأنا متأكد إن إحنا عندنا كفاءات إنها ممكن تعمل الكلام ده كله الحقيقة بكلمات الكلمات الرشيقة للأستاذ معتاز رسلان اللي أنا مبسوط جداً إن أنا استضفته النهاردة وهو ضيف عزيز على قانوية القاهرة والناس بشكره جداً جداً بشكر حضرتك السلوجان بتاع الحلقة عايزين هوا يكتشاركوا معنا إحنا بنقول مع بعض حنبني جمهوريتنا الجديدة مع بعض حنبني جمهوريتنا الجديدة إن شاء الله بشكراً جداً جداً يا فهد نفسي جداً شرفنا بحضرتك اشتركوا في القناة